بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين غيداق سبورت عين على الخصم منتخب كوريا جنوبية غيابات منتخب كوريا وضع منتخب كوريا بالتصفيات تصريحات وتحذيرات المدرب باولو بنيتو من المنتخب السوري وضع منتخبنا والتجهيزات والتحضيرات للقاء كوريا جنوبية كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها خلال هذا الفيديو أتمنى من الناس اللي لا مشتركي بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ستوصل لإشعارات بالفيديوهات الجديدة وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت بصراحة يا شباب المنتخب الكوريا الجنوبية ما عم يقدم الأداء المتوقع منه كالعادي يعني ببداية التصفيات بوقوع منتخب كوريا الجنوبية والمنتخب الإيراني الكل كان عم يتوقع أنه كوريا الجنوبية والمنتخب الإيراني رح ياخدوا أول مركزين أو مرشحين على الوراء لأنه يتأهلوا بشكل مباشر لكأس العالم في الواقع كان عم يفرض أمور مختلفة تماما المنتخب الكوريا بأول مباراة مع المنتخب العراقي الشقيق كان عم يتعادل سلبا وكانت نوعا ما المنتخب العراقي كان بمدرب جديد المدرب أدبوكات كان عم يلعب نوعا ما دفاعيا دفاع مغلق مع اعتماد على المرتدات واستغلال الفرص المنتخب العراقي برأي لو أنه كان مبادر أو اتخذ قرار بالهجوم والضغط الهجومي على المنتخب الكوريا كان رح يحقق نتيجة الفوز ويحصد لثلاث نقاط لأنه المنتخب الكوريا واضح الصغرات الموجودة فيه واضح الصغرات الموجودة بالدفاع واضح الأقم الهجومي الموجودة عند المنتخب الكوريا المنتخب العراقي مثل ما قلنا كان عم يلعب دفاع مغلق اعتماد على مرتدات واستغلال الفرص المنتخب الكوريا كان ضغط عالي وضغط هجومي 90 دقيقة كان عم يحاول يلعب هجوم عالي وضغط عالي ما هيك ما قدر يسجيل أي هدف على المنتخب العراقي الشقيق بالمباراة الثانية كان عم يواجه المنتخب البناني الشقيق عم يفوز عليه بنتيجة 1-0 المباراة كانت نوعا ما مشابهة لمباراة العراق المنتخب البناني ايضا كان كخوف او رهبة للمنتخب الكوري عم تخلي المنتخب العربي يلعب بدفاع متحفز على دفاعه عدم الخروج الامام او التقدم عدم ترك مساحات بين الخطوط الخلفية فكان عم يلعب بخطط مشابه للمنتخب العراقي ايضا كان المنتخب الكوري عم يعاني كثير بالتسجيل حتى قدر اللاعب تسجيل الهدف الاول او الهدف الوحيد بالمباراة كوريا حاليا مع 3 نقاط نجيجة فوز على المنتخب البناني الشقيق بهدف وحيد بالنسبة للغيابات المنتخب الكوري عم يفقد خدمات اللاعب شانغ هون صاحب الهدف الوحيد بهاي البطولة اللاعب يلعب بنادي فرايبورغ الالماني كان عم يخرج بالدقيقة 69 مباراة لناديه فرايبورغ بالدور الالماني مصاب لاعب مهم اكيد لاعب مثل ما حكينا سجل الهدف الوحيد لكوريا بهي التصفيات وبالمباراة اللي خرج فيها مصاب ايضا كان مسجل هدف المباراة كما انه العقم الهجومي واضح بمنتخب كوريا الجنوبية زاد العقم سوءا او زاد الوضع سوءا هجوميا بالنسبة لكوريا الجنوبية منتخب كوريا الجنوبية كان عم يشاهد مباراة منتخبنا السوري المدرب باولو بنيتو كان عم يصرح عدد تصريحات كان عم يصرح بالنسبة لمباراة مع المنتخب الاماراتي عم يحكي انه المنتخب السوري كان عم يعتمد تكتيك مختلف تماما عن مباراة ايران كان عم يصرح أنه هو تابع مباراة منتخبنا السوري مع المنتخب الإمارات الشقيق وكان عم ينوح عن نقطة أنه منتخبنا السوري استخدم أسلوب مختلف تماما عن مباراة إيران أيضا بنفس النقطة كان عم يحكي أنه ممكن المنتخب السوري يعود لأسلوب السابق أسلوب المدربين السابق اللي بيقصد فيه التكتور الدفاعي اللعب على المرتدات الكرات الطويلة العشوائية الأبعاد الخطورة عن طريق التشديد اللعب بكرات طويلة بعدم بناء هجمة هل هاي التشكيل اللي كانت أيام المدربين السابقين بدون ذكر أسماء معروفين فجر إبراهيم ونبيل المعلول وغيرهم فممكن يعني عم يحذر أنه ممكن إذا استخدم المدرب السوري نزار محروس الخطط السابقة راح تكون الغالبين للمنتخب كوريا بينما المنتخب السوري إذا استخدم تكتيك مختلف أو تكتيك آخر فالوضع الكوري أو وضع منتخب كوريا بخطر المنتخب الكوري أيضاً عم يحذر أو أن المدرب منتخب كوريا عم يحذر من التنظيم اللي موجود داخل منتخب السوري كان عم يحذر من الدفاع المنتظم بمنتخبنا عم يحذر من خط الهجوم المنتظم مع العلم أنه خط هجومنا كان ينقصوا عدة لاعبين ومدرب منتخب كوريا لسه ما شاف المهاجمين القادمين لمنتخبنا نطلع عمر السومع لذلك يا شباب منتخب لازم يدخل على المباراة بغض النظر على أن المباراة على أرض كوريا لازم يدخل المباراة بقوة بثقة ويلعب على أنه هو الطرف القوي وهو الطرف الشرس لا ينسى اسم يعني ينسى رهبة المنتخب الأجنبي أو منتخب شرق أسيا لأنه منتخبات شرق أسيا على الرغم من أنه ممكن تمر بمراحل ضعف لكن مثل المنتخب اليابان المنتخب الكوريا بيمروا بمراحل ضعف لكن بيقدوا أداء قوي ليخرجوا من الحال اللي هنا فيها يعني ما بيستسلموا لذلك منتخبنا السوري لازم يلعب على هاي النقطة أنه يدخل بقوة ويبدأ المباراة بضغط علي يجعل المنتخب الكوريا يعني يكون عنده رهبة من المنتخب السوري مثل ما الإعلام الكوريا حاليا عنده رهبة كبيرة من منتخبنا السوري وعن يحذر من خطورك منتخبنا السوري لهيك المنتخب السوري لازم يفرض شخصيته من بداية اللقاء منتخبنا السوري قادر إن شاء الله قادر بخط الهجوم الطراز الرفيع عنا لاعبين بيسجلوا من أنصاف الفرص خط هجوم كامل مكتمل باستثناء اللاعب محمود البحر صرح بأنه ممكن إذا سمح له الكابتن نزار محروس يشارك باللقاء لو عقدم واحد راح يشارك وعم يصرح أنه نحن بخدمة الوطن بخدمة المنتخب والجماهير بصراحة ترفع لك القبة على اللاعب محمود البحر لاعب خلوق جداً وعم يقدر القميص المنتخب اللي عم يلبسه أو عم يمس له بصراحة مثل ما حكينا المنتخب لازم يفرص هيدورته من بداية اللقاء ويلعب بثقة عالية ويلعب على أنه هو الطرف الأقوى ويلعب على أنه المنتخب الكوري هو اللي عم يمر حالياً بفترة ضعف والاعتماد على العقم الهجوم اللي عم يصيب المنتخب الكوري ونحن بالفترة الأخيرة كنا عم نشهد خط دفاع متوازن خط دفاع عالي تماماً تماماً لحد لغاية اليوم بكل مباريات المنتخب السوري مشاهدت ولا حتى حدا أبداً شاف منتخبنا بيمتلك خط دفاع مثل اللي عم نمتلكه اليوم خط دفاع ممتاز جداً عمنا مدافعين من الطراز الرفيع صراحة كانوا اكتشافات جديدة الناس إلى اللاعبين اليوم تم وصول اللاعب العقيد عمر السومة مع محمود المواس وفاد اليوسف وزاهر ميداني إلى مطار سيئول مطار كوريا الجنوبية كانوا عملت تحقوه مع منتخبنا السوري ليكونوا جاهزين لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية المبادعة ستكون يوم الخميس القادم ساعة 2 ظهراً بتوقيت سوريا كل التوفيق لمتخبنا السوري حالياً لازم نكون نحنا الداعمين للمنتخب وما علينا إلا الدعاء للمنتخب وتمنياتنا بحصد ثلاث نقاط من المنتخب كوريا بقادرين إن شاء الله بهمة رجالها للمنتخب وهمة اللاعبين بهمة الكابتن نزار محروس طبعاً كل هذا النجاح ترجع بعيد النجاح والاسلوب والأداء اللي بيقدموا المنتخب هو محصور بين المدرب واللاعبين فقط الإداريين خارج الإنجاز تماماً خارج أي إنجاز يحققوا كل المنتخب كلنا معرف الإداريين شو عم يشتغلوا والمنتخب شو عم يشتغلوا نحنا مع المنتخب مع المدرب نزار محروس إداريين أمر ثاني مكان آخر تماماً وهكا كان فيديو اليوم انتظرون من فيديو جديد عن تفاصيل جديدة وما تنسوني من دعمكن وتبقوا بخير وصحة وسعادة والسلام عليكم